عندما جاء الملاك للقديسة مريم العذراء في قرية الناصرة قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله لأنه الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع وتتكلمت عن القدس كطهارة كبراءة كاملة كما وصف أحدهم المسيح هو معجزة الأخلاق فعلا هو معجزة الأخلاق لأنه الوحيد اللي ما فيه أي خطية أو حتى نوجه الإصبع السبب بعد هاي المقدمة اللي أنا بتكلم فيها اليوم في تساهل وتسيب بالكلام غير مدركين قداسة الله يعني لما الإنسان بيتهاون في كلمة الله بيقلل من أهميتها وبيقلل من شأنها فأنت عم تستهين في قداسة الله وهذا الثيم منشوفه في النبي إشعياء عشرات المرات يتكلم عن القدوس مزبوط فحتى يعني إباحة الكذب والشهوة والجنس والخطايا الصغيرة والكبيرة من كبائر وصغائر من فحشاء وفجور من خطية مميتة لخطية عرضية خطية صغيرة يعني فكرة الحماقة الكتاب قول خطية لحتى هاي الفكرة هي ضد قداسة الله فاحنا متكلم على شيء رهيب دكتور فريد نعم أنا هلخص أنت قلتو أخي نزار في جملة الإنسان يريد أن يقلل من مستوى قداسة الله ليتناسب مع مستوى هو بدلا من أن يقر بشره ويطلب من الله أن يرفعه لمستوى القداسة الإلهية فالإنسان عايز يسيب شهواته بدون توبة هي التوبة هي إدانة النفس بلغة بسيطة أمسك سكاكين الصوان وأقطع رغباتي وشهواتي بقو بقو طب مش كل عايز يعمل كده فيعمل إيه يعمل عشان يحتفظ بشكل التدايم بقى هو نجس من الداخل هو نجس يعمل إيه اللي يعمله إنه يقول إن الله يعني يبيح الكذب مثلا للإفلات من موقف صعب أو للحصول على مكسب كيف هذا أنا كده قللت من شأن الله القدوس ورسمت لنفسي إلى وهمي غير حقيقي اشتركوا في القناة